اشتركوا في القناة الحمد لله روضة قلت لنا عايزة نام يعني انا صحية من اتنين اتنين بالليل بتاعت انبارح لا يعني اتنين بعد منتصف الليل حلو طيب وعندي بقى تاليا اللي يعني مش عايزة لكو حكيت لنا كل التفاصيل الممكنة وغير الممكنة وما يجب ان يعرف وما لا يجب ان يعرف وطبعا مامتها وباباها بنورين عاملين ايه كله تمام الحمد لله تاليا عايزة تحكي لنا ايه تاليا تاني وتحكيتي كل حاجة يا حكيتلي يومها من ساعة مصحيت بس الحقيقة ما تكملتش لحد دلوقتي يعني طبعا ايه تاليا انت في سنة كام يا تاليا انا في سنة ولا ابتدائي الله وقليلي بقى نفسك في ايه قلت لنا نفس انام انا اصلا الحمد لله بعد من قلصت الحفلة روحت البيت جاري جاري عشانا نام اه بعد كده بقى انت وصحيت اتغديت انت وصحيت ايوه بعد كده بقى ابتدت وغسلت وشي اه وغسلت اسناني اه اه بعد كده بقى روحت غسلت وشي ايوه ادي لي تفاصيل بعد كده بدأت ان انا اروح البس ايوه بعد انا اتصرح بعد كده امين كم تفاصيل هي عاملة فيكو كده على طول في البيت طبعا انت واصل الكوميدي مستمر مفيش هزار مفيش هزار مفيش هزار روضة يا هدية الهدين انت ايوه 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 انا نمتي شوية في البيت نمتي شوية اه الكلام قليل على قد انا نمتي شوية في البيت بس خلاص كده عنديك كم سنة دلوقتي يا روض اكتر مادة بالحبها ايه اااااا العربي العربي اوكي اوكي يا جل تحب الشعر قالين هو سعر بالنسبة لها سهل أنا عايز أسمع الشعر يا روض عن إيه؟ اللي أنت حافظه سمعي يقولي اللي على مزاجك في عن الأم وعن مصر عن الشهيد وعن الوالدين حاجات كتير طيب تعالي نختار مصر عشان مصر فيها كل دول فيها أمنا وأبونا والشهيد وكل حاجة أنا مصري بلدي وأفتخر بيت ربا أرض إن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي وهتيجي في يوم وهتعرفوا إمتي البلدي بتحدى بي هدوني وهنا هدي التحدي أنا مصري بلدي ومش بقارن حبي لي هبحب حدي عنها كتبت في حبها وكل كلمة نقولتها من قلبي لي كانت بجد أرضي وبلد من دالة عاش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش ما يكفيهاش كل الكلام تعظيم سلام لولدها وجنودها اللي حميين شعبها تعظيم سلام يملى الوجود لولدها وقفين وقفين على الجيش على الحدود وقفين جبل وبروح إسود حميين نواحنا في حضناء تعظيم سلام لكل جندي على المدان كتب التاريخ كس الكفاه في البرد نتدفى بحطانه جوا متدف بسلاحه وتحية للشهد اللي راح ذكراكو ذكرة ما تتنسيش ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تقدر تعيش وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجشنا العظيم بإسمي وبإسمي البلد بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين عمر الكلام ما يوفي أبدا حقاكم وقفين عصب دهر وسند وقفين عصب دهر وسند يحفظكوا ليه للي زرع في قلوبنا دايما حبكم متطمينين عشان انتوا دايما موجودين يحفظكوا خير الحافظين ما يغبش ولا صوت منكم مايموتش جسع من فرع مات ولا يوم تهز الريح جبال شفتوا المعاة دايما يا أبطال قدها دايما يا أبطال قدها سادة اللي قال الأمم تحية برجالها وشعبها بيكم بتتباها بلد بيكم بتتباها بلد يالي انت ولد يالي انت رافع اسمها يالي انت ماسك في العلم رغم الصعاط فاتح في صدرك ألف باج قد المحن تسلم لنا يا ابن الوطن تسلم لنا يا ابن الوطن كتب الألم كل التحية والاحترام تعظيم سلام ابن الوطن تعظيم سلام ابن الوطن دا انت لتعظيم سلام دا أنا لازم أقوم لك يقولولي يخليك قاعد مكانك وبتاعه والكلام دا دا أنا لازم أقوم لك ايه الجمال والحلوة والشطرة دي ايه دا ايه الجمال دا ربنا خليك يا أستاذ وليد مين بقى أستاذ فاطمة ولا أستاذ وليد اللي حببها في قصة الشعر والألقاء المنافسة عند مين هي احنا عرفناها بالصدفة ان هي كان في حد عامل زي احتفالية كده صغيرة للناس اللي هم مع الكلاسي احنا كنا عايزين نخراكها ان تخرج وتشوف ناس يعني ازاي اخرج الناس ماشي على رجليها وانا ماشي على الكرسي احنا عايزين نخلاها تشوف ناس كبيرة ماشية على الكرسي لقينا فيه حاجة زي كده وديناها طب هي تروح تقولي مياس غنطاطة كان عندها ست سنين متعرفش حاجة ماشي ولا تعرف تحكي قصتها ولا حاجة كان معها محمد ياخوها في سنة ثلثة ابتدائي كان عنده قصيدة تغيرة كده حفظت منها خمس تبيات قالتها بقى وراحت هناك قالتها ابتدت بقى تعيش الحالة وبتدت تطلع بعد كده في حفلات والحاجات تكده شطرة والله ست تالية هانم انا بقى ايوة بعد ما خلصت قدرون باختلاف النصحة الرواعة بعدها بقى انا رحت الابرا انا حاليا بغني في الابرا واندلوقتي في فريق دريم باند انا عملت باند مع صحابي واتمنى ان كل الجمهور يدعمونا في صفحتنا ماما عايزة تسيطر عليكي بأي شكل عشان نبقى بالتفقية لو انت بدأ بقى اعمالة ايه ايه اخا سبوها على راحتها والنبي انت متأكد انك عايزة تكملي في الغنى ولا نمثل ولا نعمل ايه انا حاليا بحب مثل بحب اغني ايوة وبحب العبكورة بتعملي ايه بتعملي ايه انا لسه جاي بجون ساروخ مش كده مش قلتلي كده اه 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 قلت بتتخوفنا ولا ايه الحاجات اللي انت بتعمليها الحاجات اللي انا بعملها دايما انا ركز البالي الله بغني في الابرا وبنتي كمان انت عارفة كده تحب البالي ايه ببنع بتضرب سباحة وبتلعبي كورة وبترقسي باليه وبتحب التمثيل وبتغني و ايه كمان وجبتي جون ساروخ اه وانا خرجت انشاد خرجت انشاد خدتي الشهادة خلاص كده اه طيب قوليلي بقى انت اخترتي ايه بقى هتسمعهولي او هتوريهولي النهار ده غير انك انت حكتيلي يعني التاريخ العيلة قوليلي اه اه قالتلي اسمها السباعي بالمناسبة صح؟ اه قوليلي بقى هنغني ولا همثل ولا هنجيب كنز قوليلي هنعمل ايه دلوقتي اه هنغني 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 ايه بقى بما انك انتي عندك باند وكو انتي مع اصحابك اه اغني اغنية بس هي يا لغات كده يعني قولي عربي على انجليزي على فرنساوي ماشي انا بحب اشق طريقي في الانجليزي قدر الاستطاع يعني اعذرينا احنا مش قدك تستزرب والليه انا اصلا حاليا في المدرسة انا باخد لغات يعني حتى قلتلي اسم بتاعك كله بالانجليزي طب اقولك على حاجة قوليلي على حاجة احنا مش هنغني وهنرغي قولي انا اصلا عارفة الارقام بالفرنساوي طب قوليلي بقى ا دو و كاتر سيك ست ويت ناف ديس اونز دوز تريز كتار سكينز سيز ديس ويت ديس ناف ف لا 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 احنا بنعدي بقى طب هنغني ولا هتكروتين هنغني طب هنغني تفضلي غني وسمعينا يبقى انا اسمعت الشعر ومسمع هونه ناش قولي مصر بتسلم عليكو بتناديكو بتناديكو انفدكو نعمل معجزات مصر مصر فتح لكم ايديها كل ويتراهن عليها مصر تانية تبني القهرمات مصر 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 في السوديو. انا انا عايزة اغنينك اغنينك اغنية. ايوة. عن عن اللي مصر. عن مصر. السنة الجاي ولا السنة دي? السنة دي. السنة دي دلوقتي? ام. قولي. قولي يا قولي يا قولي يا نجمة الحفلة. قولي. عني انت عيش يا بلدي او. ايه نفكر مع بعض. ايه. عني خلاص تعيش يا بلدي. شخصية تغيير. تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش يا يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي تعيشي يا بلدي وزرعك أغضر ويبنها تديك تعيشي يا بلدي وعالمك مرفوع عليها تديك تعيشي واسمك في الكون بلاني تعيشي ومكانك شغال طوالي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي برافو 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 مين اللي اكتشف القروبة دي فيكو؟ ممتي ممتك؟ ما كنت لسا تقولي أنا عملتي كده ممتك؟ اكتشفت ازاي؟ هي ماما بتحب الأغاني فكانت بتقعد تسمع كتير وهي صغيرة فكل شي تقولي صوتها حلو صوتها حلو اه اه رأيك ايه في اللي احنا عملناه من ساعة ما دخلنا الستوني وزا اتفضلي يا بابا يا بابا انا اتفضلي انا اتفضلي عشان كده قلت تدخل لوحدها اتفضل تدورها واي اي اي يعني انا اصبت الحمد لله ان انا دلوقتي بقيت بغني وبلعب سباحة ورقصة بباليه ايوه يعني وبالعب كورة وبالعب كورة وبالخلجون ساروخ وبالت انشدي اه والانشات بقى يعني الانشات دي بقى حاجة حاجة مفروض الاساس يعني طبعا ده ده يعني اهم اساس ده انشات ديني ده طبعا طب انا هنرجع على الانشات الديني بس انا عايز اتكلم شوية مع مادام فاطمة مامة راودر اخبار المدرسة ايه واخبار متابعتك للمدرسة وللقاء الشعر ولكل الانشطة بتعملي ايه انا بودها عادي يعني بيعملونها كويس في المدرسة وتدخل بالكرسي بتاعها عادي حلو وهما المدرسين بيعملونها كويس يعني وتمام التمام يعني بس احنا جاينا في الفترة دي بقى قصرنا عشان الحفلة بتاعها قدرون وكده يعني ايوه شوية كده اوه بس ايش حياتي بقى اوديها بس لو عندها دروس اوديها بردو وقف لحد ما اجيبها وكده يعني الامهات دايما هم اكتر ناس اتعلم عليها كل الابهات بيقولوا اه بس جوانا مش شايفين احنا كده عشان بزات الفترة بتاعها قبل الحفلة بشهر ونص انا بكلم بس عن الحفلة الامهات بصراحة بيبقوا شايفين كل الهات بس احنا كابهات بيبقى شايفين ان احنا عندنا دور عظيم بس ما بدرش نقول كده قدامهم لا امهات تقدرون الامهات اللي هم زوح دي جات خاصة بيبزلوا مجود الجهد بقى اكبر مضاعف طبعا موجود مضاعف عن اي امهاتي طب انا عايز اخد رأيي الابهات ارجوك تتكلم ولو قالت اي حضرت يا حضرت بقى هنسيب بابا يتكلم شوية بقى يا ستة تالية بعد اذنك عايز اتكلم مع حضرتكم كابهات قبل قدرون باختلاف كانت الدنيا ماشية ازاي نبدأ هنا انا قبل قدرون باختلاف كان الموضوع مكنتش عارف ان اعايزها لقيها حاجة تشغلها اني دايما كان بتتكلم ان هي حاسة ان في حاجة عندها نقصة بس هي حتة دي بالاخص يعني هي بتحاول تتجوزها اه ان هي منطلقة مش موضوع ان هي مش شافة بعينيها دي اه مش وقفة عندها صح هي متحركة جدا براحتها عندها حق بتمشي براحتها بتعمل اللي هي ازاي اه اغلط بس مش مشكلة هكمل كلنا بنغلط عادي مفيش مشكلة خالص الهات لما جي موضوع قدرون بتادي بقى الموضوع ايه خطوة بخطوة ايه ما شوالله شخصيتها اه ان هي عندي اربع سنين اللي يعني ايه لأ انا عايز اعتبدا على نفسي انا عايز اكمل وربنا يعني الحمد لله المركز اللي هي بتروحوا مركز بصيرة يعني كل حاجة بيعملونا فيه الحمد لله هايل 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 طيب هنا هرجع لأستاذ وليد حسس ان القدرون باختلاف فرقة معاكم بكتير لاي مدى اه هي مش احنا ابتدينا الفرق مع روضة اكتر الكرسي من اول ما اخدنا الكرسي حلو من مؤسسة الحسن حلو كويس ابتدت طموحي يعني هي اساسك اللي بتروح احنا بنواردها احنا بتعامل معها زيها زي اي طفل عادي يعني بيطروحوا الحضانة منها عندها 4 سنين كنا بنشيلها ونوديها وحضانات مني تحايل بقى ومش عارف ايه عشان خاطر يوافقوا ان هي تخش ان هي عندها عدم زجاجي التعامل معهم بيبقى يعني ده الحرص طبعا بس لما جبنا الكرسي يبتدى الموضوع يفرق اكتر يفرق اه حتى في المدرسة ابتدت الناس تتخلى بقى لهمينة وكده وابتدت تنطلق بقى يعني هو الكرسي اساس ان هو وصل القدرون مؤسست الحسن وما بصراحة يعني عاملين موجود في موضوع الكرسي الياب المعاز دي ايه روضة تستقبل حاجة حالية بيغير كل حاجة مش كده ولا ايه هتطلع ايه لما تكبري دكتورة وشعارة دكتورة وشعارة الاتنين وانا موافق جدا وانا اتفق معك جدا دكتورة وشعارة دي حاجة حلوة تاليا هان هتطلع ايه لما تكبري ايه ولا ايه بقى اختاريلي حاجة واحدة بس دكتورة يعني انتي روضة هتبقى دا كاترة وتعملوا عيادة سوا ومزيعة ودكتورة ومزيعة الاتنين مع بعض بس سيبي حاجة سيبيه لانا حاجة اشتغالها طيب بس ازل حديدك على حاجة فعلا طبعا تحت امرك فعلا الأمهات والأبهات بيعملوا مجهود كتير علشان يلفوا يعني قصدي علشان فعلا الأمهات والأبهات عشان يخدم لهم من أولادهم كتير والأمهات والأبهات فعلا هم هم استند استندنا وظهرنا في كل في كل حتة يا خراب انا اخدك هروح بيك انا بصي خلاص كده انا هروح بيك انتو الاتنين هاخدكو معايا عشان هتعلموا ولادي الأدب اللي مطلعين عيني دول اللي اتنين مطلعين عيني وعساسيلي ان شاء الله لما يعني ان شاء الله هم عشان عساسيلي ايه دول بقوا في الجامعة ده نتعبت جدا عساسيلي ايه دانك اللي عسولة انتو نورتوني وشرفتوني رودة وتالية وأهليهم برافو انتو طلعتون بنتين أحلى من السكر ألف مليون مرة وبجد من قلبي انا فرحان بيهم ومستمتع جدا ومش عاوز اسيبكوا واقوم بس نسا في عندنا ضيوف تانيين وفقرات تانية نورتوني وشرفتوني وربنا يا ربي يبلكلكوا فيهم وأشوف كنتوا البنتين أحلى دكترة في العالم كله وتاخدوا جواز من الدنيا كلها في الطب ان شاء الله أنا ساعتها أبقى أجوز بقى أبقى أجيلكوا العيادة بس هتدخلوني بلاش خلاص اتفقنا ببلاش يا رودة ببلاش 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 تدخل المستشفى تدخل تدخل على المستشفى تقول فيه للدكتورة تالية هتجيلك على طول ما فيش بعد الشهر طيب ما فيش حاجة تبقى لها جايب حاضر يا تالية حسبنا بعدين أنا هستأذنكم هنطلع فاصل وهنرجع لكمل الكلام اشتركوا في القناة